السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناتي قناة مي وورد منوعاتي أتمنى من الله أن تكونوا بخير اليوم إن شاء الله رح نشوف طريقة تصميم شاشات سوداء التي أستعملها كثيرا في شروحاتي أو كرومات سوداء اصنعوها بأنفسكم كما يقول المثل الصيني لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد أنا سوف أعطيكم الأساسيات وأنتم ضعوا لمساتكم على العموم نضغط على كين ماستر نضغط هنا زائد ثم نختار نسبة الجانب إذا أردنا مثلا اختيار إذا أردنا تصميم اليوتيوب هنا 16 9 إنستجرام أو دستورية 9 16 إلى آخره نضغط 16 9 ثم نختار الخلفية السوداء نقوم بتكبيرها قليلا هكذا ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على طبقة ثم الوسائت هنا سأختار قلوب تتحرك أنتم ادخلوا إلى اليوتيوب وكتبوا شاشة سوداء قلوب سوداء وهكذا مثلها تتحرك مثل هذه الكلمات سيظهر لكم كثيرا من القلوب خدوها وخبئوها لديكم وستستعملونها مستقبلا إن شاء الله هنا سأضغط أنا سأختار لدي قلوب هذه القلوب من الشاشة سأضغط هنا ثم بعد ذلك سأضغط عليها أقوم بالنزول إلى أسفل دمج ثم سأختار الشاشة سنرى مع بعض هذه قلوب حمراء وبيضاء تتحرك ثم بعد ذلك نضغط على طبقة هنا في هذا الشرح سوف أشرح لكم طريقة يعني يدويا يعني كيف تقومون بعمل مستطلط بالأيد بالأيادي وإن شاء الله فيديوهات أخرى سوف أقوم بشرح بشرحات مختلفة هنا سأختار كتابة يدويا سأضغط عليها ثم هنا أضغط هنا أختار إما مربع أو سأختار دائري سأختار مربع هنا حجم حجم الكتابة سأختار هذا الحجم بعد ذلك سأختار اللون هنا اختار اللون الذي تحبون اختاروا أي لون سنختار اللون الأبيض ثم سأقوم بعمل مستطيل باليد دردت عمل مربع ممأنا هنا مستطيل هكذا بعد ذلك سأقوم بزيادة المدة الزمنية هنا سأتحكم باليد أينما سأضعها هنا أو هنا في الوسط إني بأصابع اليد أنتم تتحكمون في هذا المستطيع تضعونه أينما أردتم سأضعه هنا فوق هنا ثم بعد ذلك سأضغط ثلاث نقط تكرار أريد أن أحصل على نفس المستطيل أو الإطار سأأخذ هكذا بأصابع اليد سأضعه هنا هكذا سنرى مع بعض جيد بعد ذلك نضغط على طبقة سوف أقوم بتحميل موجات صوتية أنتم ادخلوا إلى يوتيوب وهناك العديد من الموجات الصوتية اختاروا ما تحبون منها ثم حملوها طبعا التي لست فيها حقوق الطبع والنشر مثلا سأختار هذه الموجات عفوا سأقوم ب يجب أن تكون في الأول الفيديو دائما نحاول أن نقوم بوضع الصور أو أي شيء في أول فيديو الوسائط سأختار موجات صوتية ها هي دي هنا سأقوم بتكبير سأضعها أينما أرد مثلا سأضعها هنا إذا رأينا هناك يعني هذه الشاشة السوداء تغطي على الإطار ماذا سأفعل سأقوم بالنزول إلى الأسفل سأضغط على دمج ثم على التنعيم هنا تنعيم الخلفية السوداء تذهب إلى لا تظهر لا تظهر هنا نضغط على الموجات الصوتية سأقوم بنزول هنا أسفل سأقوم مثلا بأصابع بتكبيرها هنا جيد سنرى مع بعض هذا جيد بعد ذلك لدينا حرية الإختيار نضيف الكتاب نضيف صور إلى آخره هنا سأقوم بضغط على طبقة ملسقات هذه الملسقات هناك ملسقات رائعة نستطيع إضافتها سواء كتاب سواء صور يعني ملسقات قلوب أي شيء أردنا مثلا هذه انظر معي إذا اخترت هذا القلب هنا في الوسط قلب متحرك يعني قلوب قلب رائع جدا تضيفونه لتصميمكم أنا سأختار أحد تصاميم تصاميم القلوب أستعملها كثيرا في يعني أستعمل كثيرا في شروحاتي سأختار هذا هذا القلب هذه القلوب هي قلوب كثيرة هكذا سأقوم بتكبيرها قليلا سأضعها فوق يعني ثم سأقوم بتكبير نفس المدة الزمنية هكذا جيد القلوب تنزل من الأسفل بعد ذلك إذا أردنا إضافة أي شيء كما قلت لكم أي شيء سأقوم مثلا بإضافة سأتي هنا مثلا هنا كتابة هناك كتابات كثيرة تستطيعون تحميل ملحقات إطارات تصميم موجات صوتية ملحقات نصوص مخطوطات إلى آخرية هناك كتابة أو تستطيعون كتابتها بأنفسكم مثلا مثلا سأختار أي كتاب مثلا أو مثلا سأختار هذه القلوب مثلا هذه القلوب سأضعها أينما أردت مثلا سأضعها هنا ونفس الشيء أضغط على دمج ثم تنعيم هكذا مثلا أو إذا لم تعجبني سأقوم بحذفها كما أردت بعد ذلك إذا أردنا إضافة أي شيء آخر سأضيف مثلا كتابة بعض العبارات كنت حملتها كنت حملت بعض العبارات من تليجرام سأختار أي عبارات مثلا سأختار هذه مثلا معظم البشر حديثهم شيء وحقيقتهم شيء آخر ومنذلك العدد من المصاممين يحبون يعني وضع مثل هذه الكتابات مع الأغاني طبعا لكن أنا لا أحبذ وضع الأغاني أحاول أحاول قدر ما يمكن أن أبتعد عن الأغاني اللي كما تعرفون فقنواتنا إما أن تكون سيئة جارية أو حسنة جارية أريد أن تكون حسنة جارية إن شاء الله هنا نفس الشيء سأضغط على دمج ثم أضغط على تنعيم وتكبير مثلا سأقوم بتكبير الكتابة وفي هذه المستطيلات تستطيعون إضافة صوركم تصميم بسيط وسهل جدا كما قلت لكم في الأول أنا أعطيتكم الأساسيات وأنتم قوموا بوضع لمساتكم تصميمكم كما تريدون وصلت إلى آخر فيديو أتمنى إن شاء الله أن يكون الشرح خفيف على قلوبكم وأن يكون مفهوم وآسفة لأنني كما يقول الكثير أنني أسرع كثيرا في الكلام فهذا يعني حتى لا يكون الفيديو طويل جدا وأيضا أنا كمغربية لا أجد كثيرا اللغة العربية لكن أحاول قدر ما يمكن أن أوصل لكم رسالة أخواتي إخواني من لديه أي مشكلة أو لديه أي اقتراح فليكتبوا في تعليق أو يقوم بتكلم معي في الخاص في الإنستجرام دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته